المتلغ رورقات جفالها وتدثر ثوبا من أقل مائي وما دغليت الفتي وعلينا من جهة الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخة الأحباب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ولقاء متجدد والدكتور راغب السرجاني وبرنامجكم وتلك الأيام سلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنا قد توقفنا في الحلقة السابقة عند الإعداد الطويل الذي بدأ من أيام عماد الدين زينكي رحمه الله خدنا فترة طويلة وجي نور الدين محمود زينكي ثم وصلنا إلى وفاة نور الدين محمود زينكي وكان برز نجم صلاح الدين الأيوبي يدوبك لسه تسع سنين وبدأ في مرحلة إعداد بيتعلم وأحب الجهاد وخد الوصية الخالدة في مسألة الزهر في الدنيا من خلال سباق الخيل اللي كان عمله مع نور الدين محمود زينكي ثم توقفنا عند هذا بسم الله الحمد لله والسلام ورحمة الله هاخدنا كتير قوي في قصة نسبيا يعني في قصة عماد الدين زينكي ونور الدين محمود لأنهم الحقيقة دورهم يعني أغفل في التاريخ بشكل لا يستقيم أبدا مع الإمكانيات الضخمة التي قدموها للأمة الإسلامية وأعطي يعني كل الثمرة لصلاح الدين الأيوبي وطبعا عالي القدر جدا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ومن أعظم المجددين في تاريخ الأمة لكن هو بدأ على شغل ناس تانية بدأت قابله لما نور الدين محمود توفي في سنة 569 من الهجرة شعر المسلوم بإحباط شديد ودخل المسلوم في زمن وضح الرؤية التمحيص يعني اللي ابتلأت كثيرة جدا إما أن أنت تكمل في طريق الإيمان وتنضم إلى قوة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله اللي تسلم الرأي بعد موت نور الدين محمود إما تدخل في هذا الإطار إما بقى تنضم للقوة المختلفة الموجودة في ذلك الزمن وتعلن انسلاخك من الإسلام أو انسلاخك من نصرة الإسلام والمسلمين اللي هو زمن التمحيص أو المفصلة أو زمن وضح الرؤية داخل فيه المسلمون طبعا كان فيه أزمة الصليبيين أزمة شديدة كان فيه أزمة العبيديين في مصر بعدما مات نور الدين محمود بدأ يعملوا ثورات وطبعا نور الدين محمود كان حريص على ضم مصر إلى الشام في كيان واحد وصلاح الدين الأيوبي كان عليه واجه هذه الثورات كان فيه أزمة الباطنية الإسماعيلية وطواقف الإسماعيلية اللي كنا نكرمنا عليهم قبل كده كان عندهم جرائم بشعة جرائم اختيال سياسية على أعلى مستوى فكانوا يستهدفوا على ماء السنة وقادة السنة لقتلهم فكانت دينة خطورة كبيرة فشعر الناس بقلق شديد جدا لا يثبت في هذا القلق إلا الصادق وحقا فبدأت الناس تتهاوي مين وشمال ولا يستمر إلا أهل الإيمان وانضم أهل الإيمان حوالين صلاح الدين الأيوبي اللي جمع حوالي العلماء وقادة الفكر الإسلامي والمصلحين والقادة المخلصين وعمل جيش وفي النهاية وصل لموقع حطين في سنة خمسمية تلاتة وتمانين من الهجرة يعني بعدما استلم الحكم بحوالي 24 سنة واستطاع أن ينتصر الانتصار الضخم الكبير بفضل الله عز وجل على الصليبيين على الصليبيين طبعا انتصار طبعا حطين كسر الشوكة الصليبية وفتح الطريق أما بيت المقدس وفي نفس العام الذي حدثت فيه حطين تم فتح بيت المقدس وبذلك تقريبا أسقطت مملكة بيت المقدس وطبعا ده من أعظم الانتصارات في تاريخ المسلمين لأن مملكة بيت المقدس هي أقوى مملكة في مملكة الصليبية جميعا يبقى عماد الدين زنكي سقط إمارة الروهى وضمها للمسلمين وصلاح الدين أيوب رحمه الله سقط بيت المقدس وضمه للمسلمين وبقيت إمارة أنتاكيا وإمارة ترابولس مع المدن الساحلية الكثيرة اللي كانت محتلة من الصليبيين زي عكة وزي حيفة وزي يافة نسأل الله تعالى أن يحرر كل هذه البلاد يعني من اليهود فده الوضع اللي هو كان حققوا صلاح الدين أيوب رحمه الله وبعدين حصل برضو يعني أزمة خطيرة عندما توفي صلاح الدين أيوب رحمه الله وكان الكلام ده في سنة خمسمية تسعة وتمانين من الهجرة يعني بعد انتصار حطين بحوالي ست سنوات وللأسف الشديد بعد وفاة صلاح الدين أيوبي دخل المسلمون في زمن السقوط نه وبنقول يا ترى يعني طبعا احنا عندنا حزن شديد كيف بعد فترة أقصنكر وعمال الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين أيوب نسأط أقول لهم إذا كنا احنا سقطنا بعد زمن رسوله السلام نه وسقطنا بعد زمن الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم وارضاهم نه وسقطنا يعني بعد يعني يوسف من تشفين وسقطنا بعد عبد الرحمن الناصر شيء طبيعي جدا طبيعي جدا أن يكون هناك سقوط لكن بعد هذا السقوط لابد أن يكون هناك قيام قيام الرؤو آه لأن هذه الأمة موعودة بالنصر وربنا بيقول والعاقبته للمتقين نعم دخلنا في زمن السقوط وزمن السقوط للأسف الشديد تنافس أولاد صلاح الدين الأيوبي على تقسيم المملكة الواسعة التي تركها صلاح الدين رحمه الله صلاح الدين قبل بيموت كان وحد الدولة الأيوبية في كيان ضخم جدا تضم مصر والشام وتضم طبع أجزاء ضخمة من فلسطين وتضم الحجاز وتضم اليمن وتضم أجزاء من ليبيا وأجزاء من السودان وأجزاء من تركيا وأجزاء من العراق تمسح واسعة يعني أنت بتخلع أمسح ضخمة جدا وسط العالم الإسلامي كله بقى دولة واحدة فلما مات صلاح الدين أيوبي فتنا أولاده بالدنيا شيء طبيعي جدا نفس القصة دنيا يبقى بيه سقوط أموال كتيرة وأملاك كتيرة فبيحصل تصارع وحصل سقوط للأسف الشديد وقسمت هذه المملكة الواسعة على الأولاد وعلى الأعمام وعلى الإخوة وكل واحد بقى واخد قطعة صغيرة ورجعنا تاني نفس القصة بتاعتنا اللي كانت قابل حروب الصليبية نعم خلي بالنا الحروب الصليبية لسه ما انتهتش أننا بعد الصلاحة الناس فاكروا أن الصلاحة الدين أيوبي خلاص حطينوا بيت المجدس وانتهين لا ده لسه فيه مئة سنة من حروب الصليبية يعني لسه فيه زي ما قلنا أنطاكيا ولسه فيه ترابولس ولسه فيه الساحل كله الساحل كله كان محتل من الصليبيين فديك طبعا أزمة كبيرة لكن في ظل هذه الأزمة إذا بالمسلمين يبتلون بأزمة أخرى لعلها أشد ألف مرة من أزمة الصليبيين تلك هي أزمة التطار التطار دخلنا في هولاك وزنجيس خان دخلنا بقى في جنجيس خان وهولاك والقصص المسوية ديت وكتبه غنوين هو يعني يعني مهم خلينا نوصله إن شاء الله فمهم إنه هو دولة التطار دولة نشأت في شمال الصين في منغوليا وهي دولة نشأت على الحروب العسكرية الدموية شديدة الدموية وطبعا أعداد ضخمة من البشر الصين يعني طرح أمرها يعني أعداد كبيرة كده وتنظيم عسكري دقيق جدا وأسس الدولة جنجيس خان الكلام كان في سنة ستمائة وثلاثة من الهجرة وطبعا إحنا بنتكلم سلاح الدين أيوي مات إمتى خمسمائة تسعة وتمانين أي يعني بعدها بعد 14 سنة ظهرت دولة التطار وظهرت دولة التطار عملاقة من أول ظهور لها كده ظهرت دولة قوية جدا أعداد ضخمة جدا من البشر اكتساح للعالم بكامله بدأت تتوسع ضمت في خضوم يعني سنوات قليلة من سنة ستمائة وثلاثة لسنة ستمائة وستاشر ضمت دولة الصين بكاملها يطلع في منغوليا شمال الصين ضمت الصين بكاملها ضمت كوريا طبعا كوريتين الشمالية والجنوبية ضمت فيتنام تايلاند كل هذه المناطق وفي سنة ستمائة وستاشر بدأوا يفكرون متوجهوا فين ناحية العالم الإسلامي الحدود العالم الإسلامي ده يعني كل حد عايز حاجة وثروات ومساحات ضخمة جدا وستراتيجية وتاريخ طويل وحضارة فتوجه اتطار ناحية العالم الإسلامي سنة ستمائة وستاشر من الهجرة واقتحموا العالم الإسلامي بالأعداد الهائلة من الجنود وطبعا دون التوخول في تفصيلات عسكرية الحقيقة اتطار عملوا اكتساح للعالم الإسلامي والعالم الإسلامي زي ما قلنا بعد صلاح الدين كان تفاكت ونزل الدويلات وبالتالي طبعا حصل كل ما نتكلم عنه في أزمان الضعف من بعد عن الدين من ذنوب ومعاصي من فرقة وتشدت وتصارح من حب الدنيا من ترك الجهد في سبيل الله من حب السلطان من كذا كذا عد كل الآفات اللي تتخيلها حصلت في أرض المسلمين وبالتالي دخل التطار بسهولة جديدة جدا وأنا أقول أن التطار لما انتصر على المسلمين أكرر مرة واثنين وعشر وألف انتصروا بفضل أو بسبب ضعف المسلمين وليس يكون التطار مع أن التطار يعني فعلا أقوياء لكن لو كان المسلمون أقوياء ما دخل التطار أبدا أبدا إلى دولتهم دخل التطار اقتحموا المدنة الإسلامية مدينة بخارة مدينة الإمام بخاري العظيم قاتلوا فيها أكثر من 200 ألف مسلم دخلوا مدينة سامرقند قاتلوا فيها أكثر من 40 ألف مسلم أو 50 ألف مسلم دخلوا مدينة أرجندا ومدينة أرجندا كانت عاصمة الدولة الخوارزمية والدولة الخوارزمية هي الدولة اللي كان بتحكم شرق العالم الإسلامي في ذلك الوقت يعني بتحكم منطقة أفغانستان وأذربيجان وأسبكستان وكل المناطق اللي هي أستان ديت اللي موجودة في جنوب الاتحاد السوفيتي السابق واللي هي دلوقتي الحمدلات حررت اقتحم كل هذه البلاد كان سهل جدا جدا أنك تسمع أن التطار دخلوا بلد فقاتلوا كل من فيها أهلكوا الأخضر واليابس يعني دخلوا بخارة مثلا لما قاتلوا منها الـ 200 ألف لم يكتفوا بعد القتل إنما يعني أحرقوا المدينة بكاملها أحرقوا المساجد أحرقوا الديار يعني خرابوا الدنيا بشكل رهيب لدرجة أن ابن العماد يقول في شذرات الذهب وكأن هؤلاء لا يقصدون أبدا جمع الثروات ولا جمع أملاك البلاد ولكن قتل العباد إثناء النوع البشري هكذا دخلوا على مدينة مرو الإسلامية وهي مدينة يعني كان موجودة في إيران الآن هي ما عادش موجودة للأسف وكانت مدينة حضرة من الحواضر الضخمة دخلوا على هذه المدينة فأتلوا منها قد إيه أتلوا 700 ألف عدد السكان كان في المدينة 700 ألف يعني أتلوا السكان بكاملهم يعني أنا بقول للمسلمين دلوقتي اللي بيشاهدوا دي الحلقات خلي بالكم الأزمة اللي بيمر فيها دلوقتي واحد على مليون من أزمة التطار فعلا يعني بين كل ما نراه من مقاسي في العراق وفي الشيشان وفي كشمير وفي فلسطين وفي غير من بلاد العالم الإسلامي هذه الأزمات لا تقارن قتل مليون في خمس سنين وشوية هكذا من 700 ألف 700 ألف لحظة يعني بيخش البلد خلاص بيفنوها والبلد اللي وراها والبلد اللي وراها تدمير فظيع جدا لدرجة إن ابن الأسير رحمه الله في كتاب الكامل في التاريخ ما كانش عايز يكتب الحادثة وكان معاصر لها وقعد متردد في كتابتها لحد ما يعني أشاروا عليه إنه هو يعني يعني لابد من تسجيل الأوقاع عدم الكتابة أو الكتابة مش هيقدم ولا آخر شيء في الأحداث لكن اللي اكتب عشان الناس تستفيد منها فكتب مقدامة سوية جدا وقال ليت أمي لم تلدني وليتني كنت نسيا منسية فمن ذا الذي يسسل عليه وانظر إلى الكلمة العجيبة قال فمن ذا الذي يسسل عليه أن يكتب نعي الإسلام بيده نعي الإسلام يعني هو يظن أن الإسلام خلاص انتهى وإن هذه علامات الساعة واعتقد بقى الناس إنه يظهر المهدي وإن المسيح حينزل وإن قضية انتهت وقضية انتهت وتعالى بقى نقعد في الصحراء ولا نقعد في كده نعبد ربنا حتى يأتينا اليقين وافتكر الكلام اللي حصل لأيام الردة وابو بكر الصديق رضي الله عنه نفس المقاسي بتمر بالمسلمين لكن بفضل الله ربنا بيخرج المسلمين من هذه المقاسي تطور الموضوع وبدأ التطار يحتلوا الشرق العالم الإسلامي كله أسقطوا أفغانستان بكاملها أسقطوا كل مملكة فارس اللي هي إيران دلوقتي أسقطوا كل الدول الإسلامية ودخلوا على أذربيجان ودخلوا على شمال العراء يعني عملوا فظائع ضخمة جدا الكلام ده هنحن نتكلم من سنة 616 لسنة 656 فاربعين سنة تقريبا كانوا دمروا شرق العالم الإسلامي ووصلوا على أسوار بغداد لندخل بعد ذلك فيما يسمى بنقطة النشاط طيب هنتحدث عن نقطة النشاط وعايزين حاجة بعد الفاصل تقول لنا ما كانش فيه ملامح لظهور مجدد في هذه اللحظة هذا ما سنفهمه منك بعد الفاصل أيها الأخوة الحباب فاصل ونواصل فابقوا معنا سلام عليكم ورحمة الله دكتور راغب الصورة قبل الفاصل كانت قاتمة سوداوية تماما وشعرنا فعلا بخطورة دخول التطار وإن الفكر مش زي فكر الصاليبيين الفكر الصاليبيين كان مختلف شهد التطار حالك يمكن تشارط الصاليبيين جنعشين يعيشوا دول بيدمروا دول بيدمروا كل حال يعني فكرهم متوجه نحو القتل 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 لمجرد القتل درجة نوع بقيه حرقوا الكتب يهليكوا كل شيء مش ناس جاية تستوطن في هذا المكان لا خالص ألم تكون هناك بوادر لظهور يعني زمن حقا قلت قبل الفاصل لا سأخش نقطة النشاط نقطة النشاط نعم هو الواقع من التطار يعني التطار احنا كمان يعني معرجناش على معاركهم مع غير المسلمين نعم يعني كل ده بنتكلم على معاركهم مع الدولة الإسلامية التطار اكتسحوا نصف الشرق من أوروبا وصلوا إلى أسوار بولندا أو أسوار ألمانيا اقتحموا بولندا كلها وصل أسوار ألمانيا انت بتخيل انت دولة واحدة من كوريا شرقا إلى ألمانيا غربا دولة واحدة يعني شيء رهيب يعني حاجة فعلا مساحة ما حدث شافها في التاريخ كله اي وفي سنة ستوى مئة ستوى خمسين دخلنا في نقطة النشاط نقطة النشاط هي حدث يكره المسلمون ايه هو الحدث الذي يكره المسلمون هو السقوط بغداد ستمائة ستة وخمسين سقوط بغداد واسقاط الخلافة العباسية العتيدة اللي هي بقالها خمسمائة سنة واكتر من سنة مئة نيوة تلاتين لستمائة ستة وخمسين يعني أكتر من خمسمائة سنة سقطت الخلافة العباسية بدخول التطار على بقيادة هلاكو طبعا ودخلوا اكتسحوا المدينة في خلال أربعين يوم من الاكتساح قتلوا قد ايه قتلوا اقل تقدير تمنمية الف والرقم الاصح هو مليون يعني ألف ألف مسلم في خلال أربعين يوم وانت بتتكلم على قتل بالسيف مش قتل بقمبلة زرية مش بقمبلة بتتخلص الناس كلها يعني تقريبا مفيش حاجة بتتعامل في الوقت ده غير القتل فقط واكتسح التطار المسلمين دون اي نوع من المقاومة يعني احنا دلوقت بفضل الله بنشوف مقاومة هنا وهناك لكن ما في نوع بالمرة من المقاومة يعني الرجل كان يدخل على ضرب فيه مئة من الرجال المسلمين فيقتلهم واحدا واحدا دون ان يرفع احدهم سيفه ولا يدافع عن نفسه يعني فيه رعب داخلية هزيمة نفسية ساحقة المرأة التترية كانت تدخل تقتل الرجال المسلمين الرجل كان يدخل يهرب منه يهرب منه المسلمين يهربوا فيطلع البيت بتاعه يقفله التتر يحرق باب البيت ويطلع على السطوح يدبح المسلم تسير ميازي بالمدينة اللي هو الميزاب الموجود في سطح في سطح البيوت بالدماء المسلمين الشوارع كانت مليانة كلها بالدماء اربعين يوم متصلة من القتل ثم فعلوا الفعل الشنيع باغراق مكتبة بغداد العظيمة كان فيها ملايين الكتب مكتبة رقم واحد في العالم واعظم مكتبة ملايين الكتب غرقوها في نهر دجل عشان يعملوا منها جسر يعدوا من الناحية الشرقية للناحية الغربية يعني افناء لكل نوع من الحضارة نعم بعد ما خلصوا بغداد وبعد ما احتلوا العراق انطلقوا على الشام وفعلوا نفس الافعيل بحلب ودمروا قلعة حلب وقتلوا اعداد هائلة من السكان في حلب ودخلوا على الدماشق وحتلوا الدماشق ودخلوا على فلسطين واخدوها في عدة ايام بكاملها كل فلسطين وصلوا لغزة يعني احنا بنتكلم في وحوش تتحرك بلا اي نوع من الضوابط ولا الروابط ولا مقاومة باي صورة يعني ده احنا وصلنا في اي حاجة بتكلم عن عن مرحلة اشعر فيها مش بسقوط انا اشعر فيها انه في انهيار تام اه اما اجيب بص لهذه الرؤية اقول خلاص ده انتهت طب فين قصتنا اللي انت بتقوله ده قلو انتهت فعلا صحيح قلو انتهت طب فين قصتنا فين التربية عام فين الاعداد انت احنا دخلنا نقطة النشاط ودخلنا اه تعالى بقى الاعداد كان شغال في حتة تانية خالص زي ما تعودنا زي ما قلنا في عمالة دينزينكي وقد يأتي النص اه ليس من نفس المكان اللي بتحصى فيه ازمة من المكان تانية خالص انا عندي المشكلة في ايام عمالة دينزينكي المشكلة كانت في فلسطين والشام محتلين من الصليبيين والاعداد كان شغال في الموصل بعيد خالص عن القصة هنا الاعداد شغال فين شغال في مصر مصر ما دخلها ايش تطر اصلا لكن فيه اعداد شغال يعني انا ممكن لو برصد الاحداث فقط داخل الدولة الخوارزمية داخل الشرق داخل الخلافة العباسية داخل الشام اقول فعلا القضية انتهت لكن لموسع النظرة بتاعتي وانظر الى ارض مصر وماذا كان يحدث فيها في ذلك الزمن او قبل ذلك الزمن لما كانت تطر دخلين في العالم الاسلام هناك هل كان فيه حد شغال في مصر اه كان فيه واحد شغال في مصر المربي المجدد نجم الدين ايوب رحمه الله وهو مش نجم الدين ايوب والد صلاح الدين ولكن هو نفس الاسم يعني لكن هذا من اعظم حكام المسلمين قاطبتهم في التاريخ وهو الشخصية اعظم ثاني شخصية في الدولة الايوبية وهو المشهور بالملك الصالح ولعل المسلمين يعرفوش عن ملك الصالح غير الكبري بتاعته في مصر بالضبط كيف اه انما هو طبعا ملك من اعظم ملوك وقائد من اعظم الكواد وهو قائد يازمع اه والله هو قائد يازمع بين الحسن السياسة حسن القيادة حسن الادارة للامور والورع الشديد والتقوى وحب الاسلام ورؤ عمق الرؤية وعمق النظرة يعني شخصية متكاملة بفكرنا بأيام صلاح الدين وامن ردين الحمود وعمل دين زينكي الأسماء الجميلة ديات كان على شكلتها مرحمة الله ملك الصالح نجم الدين أيوب عمل ايه ملك الصالح الملك الصالح كان يعني عاد الشريعة لمصر وبدأ يحكم الأمور بشكل جميل بعد أن ضيع خلفاء صلاح الدين أو أولاد صلاح الدين والأمور في مصر وبدأوا يتصرعهم مع بعضهم البعض في مصر والشام وووو فالملك الصالح بدأ يعيد الأمور إلى نصابها كانت مصر فوقتها دكتور فيها الممليك بقى فيها لا الأيوبيين لسه الأيوبيين لسه بس ملك الصالح الأيوبيين اللي قبل ملك الصالح له خلفاء الصلاح الدين مباشرة كانوا ضيعوا مصر تماما ما بين الصراعات والنزاعات وحب الملك والسيطرة وما إلى ذلك فجي ملك الصالح بدأ يغير الأوضاع ويعيد الأمور إلى نصابها في هذه اللحظات دخل الدولة الأيوبية أو أنصار الدولة الأيوبية من الشام دخلوا في صراع مع بعضهم البعض وبدأوا يستعينوا بالصليبيين خلي بالك التترجعين من الشرق والصاليبيين موزرعين جواه فلسطين والشام ملك الصالح بيعد في مصر والايوبيون اللي كانوا عايشين في الشام يتحالفون مع الصاليبيين لغزو مصر لصالح الايوبيين والصاليبيين معانا. شيء طبعا ايه? خرافي يعني بيحصل. اه طب. ملك الصالح خد الجيش بتاعه وراحي عشان يحاربهم والاسف الشديد انا عايز اقولك على كارثة حصلت سنة ستمائة ستة وعشرين من الهجرة. الكارثة ديت ان خلفاء صلاح الدين الايوبي رحمه الله اللي كانوا موجودين في منطقة فلسطين في نظير اقناع الصاليبيين بغزو مصر وغزو ملك الصالح اعطوا الصاليبين هدية. ما هي هذه الهدية? بيت المقدس. بيت المقدس الكتس. التي حررها صلاح الدين ايوبي. معاركة حطين. معاركة حطين وبعدها اه في نفس السنة حرر بيت المقدس. الدولهم هدية بدون كتال. تخيل. ثم فالملك الصالح ملقاش بدء اللي ان هو يروح يخزوهم ويحاربهم عشان يحرر بيت المقدس. وانتصر عليهم في مجتمعين في موقع غزة. ثم انتقل بعد ذلك الى بيت المقدس وحرر بيت المقدس. لكن الجنود اللي معها كانوا قليلين فاتطر يستعين ببعض المرتزقة. ومرتزقة دول كان من الخوارزمية اللي هما سقطوا على اقدام التطار فكانوا بيجروا في البلاد بيهربوا في اي حتة فاخدهم واشتراهم بالمأموال وحارب بيهم. لكن بعد ما بدأ يحارب بيهم الملوك الايوبيين اللي كانوا موجودين في الشام اشتروا المرتزقة دولة ما هم بيباعوا بالتمن. نعم. فاشتروهم. فحصل عنده هزة جندا في الجيش بتاعه ورجع مصر حزين جدا لهذا الذي حدث معه وبدأ يفكر في انشاء جيش خاص به متربي على قديه يكون بيفهم الدين صح وبيفهم الجهات في سبيل الله صح وبدأ في استقدام ما يسمى بالمماليك. نجم الدين ايو براحمة الله. فبدأ يجيب المماليك الاطفال من هنا ومن هنا وهناك وكان في اسواق يباع فيها المماليك في اطراف العالم الاسلامي وعظمهم كان غير مسلم. وبدأ يقال بدأ ما نجيب العبيد والمماليك اللي عندهم عشرين سنة وتلاتين سنة وخمسين سنة متكون فكريا بالفعل لا انا اجيب الاطفال الصغارين واصبر على تربيتهم. اشكلهم انا. اه. وجاب الاطفال الصغارين اربع خمس سنين وبدأ يربي فيهم في مصر. فعمل المدارس الصالحية زي على النصاق المدارس النظامية والنظامية. نعم. بالزبط. عمل المدارس الصالحية وبدأ يكون عنده نصق واضح جدا في التربية. اول حاجة كان يعلمهم اللغة العربية. لان اللغة العربية هتربط بالقرآن والسنة. نعم. وعلوم الفقه والشريعة وما الى ذلك. دي مهمة او يا دكتور. اه. في غاية اللغة العربية دي اوي. تخيل انت ان ان بعض العرب لا يتكلمون من العربية. اه. يعني بعض العرب اللي عايشين في بدل العربية. ده انا اعرف بيوتات يعني ما بيجوا من برة. اه. بيتناقشوا مع بعض الام بتقولي مش عارف الكلمة دي بالعربي. صحيح. كان برضو بالانجليزي. لا ده حتى يعني حتى العمية بتاعتنا للأسف الشديد اصبحنا لا نفقه كتب الشريعة نقرأ القرآن مش عارفين نفهمه نقرأ سنة المطهرة مش عارفين نفهم الحديث. فهو اول حاج قال لهم اللغة العربية. مه. وبالذات ان دي ات ناس جاية من اطراف العالم الاسلامي اللي جاي من الاتراك واللي جاي من اوروبا واللي جاي من كذا او كذا. فبدأ يعلمهم اللغة العربية. يقوم مع وجهات اللسان. اه بالزبط. بعد معلموا اللغة العربية بدأ أعلمهم من القرآن الكريم. والسنة المطهرة والفقر وانتكلم على أطفال صغيرين وبدأ يعلمهم مع هذه الأمور الفروسية وحمل السيوف والجهات في سبيل الله والمعنى الكبيرة دي ونزل رحمه الله ليعيش مع هؤلاء الممليك وهو مين هو سلطان مصري في ذلك الوقت نزل رحمه الله وبدأ يتبسط ويعد معهم وما كانوش بيسموه السيد وهم العبيد لا كان هو الأستاذ وهم التلاميذ بالضبط هذا الاسم وكان بياخد لقب الأستاذ وهم التلاميذ معه وهو بدأ يعلمه ويعد معهم ويطمئن على أكلهم وشربهم ويتبسط معهم تماما لم يشعر أبدا أبدا هؤلاء الممليك أن هذا قائد وهم جنود عبيد تحت قدمه ولكن كان شعر أنهم إخوة في الدين وأن الذي يربطهم سويا هو هذا الدين العظيم وأن ربنا وزع ليهم الأدوار فوضع هذا في مركز السلطان وهذا في مركز الجندي لكن في الآخر الكل بيعمل قضية واحدة وفتكر رساله السلام وهو بيبني المسجد مع الصحابة وفتكر هو بيحفر الخندق مع الصحابة وفتكر هو بيجاهد بيسيفه مع الصحابة يعني عايش معايش حينوحد منهم يعني صلى الله عليه وسلم بالزبط ده زرع في الناس حب هذا البلد والمواطنة الحقيقية وبدأوا يشعروا أن القضية قضيتهم والأزم أزمتهم ولازم يحلوا مشكلهم بنفسهم فبدأوا يخرجوا على هذا النهج وبذلك كوى نجيشا عظيما جدا جدا من الممليك وعلى رأس هذا الجيش ومن أفضل الجنود في هذه الحملة التربوية كانت ظاهر بيبرس رحمه الله وكان قطز رحمه الله وكان يعني الأقطاي وكان كل الناس اللي ظهرت أسمائهم بعد كده هوت فيه تاريخ الممليك كبار اتربوا في مدارس نجم الدين أيوب الملك الصالح رحمه الله لتبدأ بذلك حركة تجديد كل الكلام ده والمذابح لا تتوقف من التطار والصليبيين في المسلمين سواء في الشرق العالم الإسلامي أو في الشام أو في فلسطين الرؤية كلها مظلمة في هذه البلاد وفي واحد ما عنده شأس عمال يربي في بلد تاني عشان الجيل ده بعد كده يطلع ويحرر العالم الإسلامي كله من التطار بقيادة بقيادة بقى القطز زي ما نشوف إن شاء الله بعد كده كسام الله خيانا والدكتور الراغب أيها الإخوة الأحباب إلى هذا الكلام الطيب قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم وتلك الأيام وعلى وعد بلقاء جديد إلى أن يحين أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته فعقيدتي بين الضلوع حملتها فأنا برغم مصائبي أتجلد عماه كل المسلمين ترقبوا فالنصر آت والإله مؤيد 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 فالنصر آت والإله مؤيد